اشتركوا في القناة وافد بيان الوزارة الأولى الخميس أن اللقاء شكل فرصة للتأكيد على علاقات الأخوة والتعاون المتميزة التي تربط الجزائر والمملكة العربية السعودية واستعرض واقع وأفاقي التعاون الثنائي في شتى المجالات لا سيما في المجال القانوني والقضائي أكد وزير الخارجي الجزائري رمط العمامرة أن جهودا كبيرة تبدل من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيب تبون ومبعوثيه لنجاح القمة العربية مطلع نوفمبر القادم وعلى هامش مرسم تنصيب عمار بلاني أمينا عاما جديدا للوزارة خلفا لرشيد شاكيب جايد الذي استدعي لمهام أخرى أكد العمامرة أن الجزائر على أبواب عقاد القمة العربية الحادية والثلاثين مذكرا في هذا الخصوص أن جهودا كبيرة تبدل من قبل الرئيس الجزائري ومبعوثيه لنجاح القمة العربية مطلع نوفمبر القادم أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس أن مشروع مرسوم الانتخابات التشريعية المقررة في السابع عشر ديسمبر القادم جاهز وأوضح سعيد أن مشروع المرسوم يتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في الجزء المتصل بانتخابات مجلس نواب الشعب قبل إضافة جزء جديد في المدة القادمة يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم أصيب خمسة طلبة بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام الخميس خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني محيط مدرسة العيساوية شرق أو عيساوية نعم شرق مدينة القدس المحتلة وقام الاحتلال بإطلاق قنابل الصوت والغاز السام باتجاه الطلبة في ساحة المدرسة وفي القدس المحتلة أيضا اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من داخل المسجد الأقصى المبارك بالموازات مع ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ابن غرب الخليل ودهمت منازل المواطنين وقامت بعملية تفتيش وفق ما أفادت به وكالة وفا الفلسطينية الرسمية دعت ساحل العاج إلى قمة عاجلة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس للبحث في مسألة جنودها الستة والاربعين المعتقلين لدى مالي وأوضح مجلس الأمن القومي الابواري الذي يرأسه رئيس البلاد الحسن واتارا في بيان صادر عنه أن هذا الطلب يؤكد مجددا أن الجنود ليسوا بأي حال من الأحوال مرتزقة وإنما رهاء وتقول ساحل العاج إن جنودها الذين وصلوا باماكو في العاشر جويليا الماضي أرسلوا في إطار تناوب روتيني للعناصر الذين يقدمون خدمات دعم لبعثة المينيسما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار لمساعدة جيشها في مواجهة روسيا وذلك وفقا لمذاكرة للبيت الأبيض أرسلت إلى وزارة الخارجية الخميس وأذن بايدن بهذه المساعدات باستخدام سلطة رئاسية تتيح له السمح بنقل فائض الأسلحة من المخزونات الأمريكية ختام الموجز للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة كما يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الإلكتروني لقناة الجزائر الدولية إلى اللقاء اشتركوا في القناة